أهلا بحضراتكم مرة تانية كنا بنتكلم ممكن من قبل سكايب كنا بنتكلم على سياسة البايرن وكنا نتكلمنا وشفنا أوليفا كان المدير التنفيذ للبايرن واتكلم بشكل يعني راق جدا على رحيل لبندويسكي إلى برشلونة وأن سياسة البايرن مستمرة في تدعيم الصفوف ووصول دايما البايرن لمنصات التتويج محمد إيه رأيك في الليلة أوليفا كان وخاصة أن بعض الانتقادات كانت على ليفا وإصراره على الرحيل ولكن طبعا أوليفا كان الرئيس التنفيذي بيشكره وبيقول أننا كمان هنكرم هذا النجم الكبير لابد لازم يكرم روبرت ليفندوسكي طبعا إنجازات كبيرة جدا 8 سنين عمل كل حاجة وساهم مساعد باير ميونيخ في تحقيق ألقاب كبيرة جدا هنتكلم أكيد بالتفصيل عن ألقامه ولكن أوليفا كان مع الضغط كبير جدا بيعملوه دلوقتي في ألمانيا مع عناصر كبيرة جدا مع حتى بروسيا دورتمونت لايبسيش وفرانكفورت آينتراكت وفرانكفورت آينتراكت وفرانكفورت خاصة بعد التدويج بالدوري الأوروبي وحيالعب مباراة السوبر الأوروبي مع أمام ريال مدريد عملين ضغط كبير جدا كالأنديا الألمانية لأنها بقى لها خمس سنين تقريبا متواجدة بشكل كبير جدا في بطولة أوروبا الضغط اللي عملينه دلوقتي في ألمانيا على تغيير قاعدة فيفت بلاس ون حيساهم بشكل كبير جدا في تغيير سياسات الباير ميونيخ لاستقطاب لعبين بمبالغ أكبر للمنافسة طبعا خلي بالك المستثمرين كمان يعتبر كمان منفذ كبير جدا الاستثمارات كبيرة في الدوري الألماني الدوري الألماني عندهم أندية عظيمة يعني ما نتكلمش بس على البايرن ودورتمونت في أندية زي فرانكفورت في ليبسيك في شتوتجار كمان من الأندية الكبيرة لكن ينقصها المستثمر ينقصها بعض الاستثمارات التي تخدم النادي ويجيب لعبة لعبة مميزة سحيح أنا بشوف أن المستثمرين مستنين اللحظة دي لأن من الدوري الألماني زي ما قلنا بيطلع لعبين للدوريات في العالم كله على أعلى مستوى بس ولكن تسويقهم بالمبالغ الضخمة ده ينقص طبعا الخبرات الموجودة فيه أو المحتاجها البونسليجة واللي بتعدمه طبعا القاعدة الموجودة محمد وإحنا مع بعض كمان طبعا أرقام ليفا قدامنا أرقام رهيبة جدا جدا بتتكلم على عدد مشاكلات 375 الأهداف 344 هدف صناعة هدف 72 بطولات 10 بطولات القابل الفردية 48 لقب انت بتتكلم على أرقام مزهلة ده ياخدنا هياخدنا للمركات وبالنسبة للدوري الأسباني وطبعا صفقة رحيل ليفا من البان إلى برشلونة كمان انت شايفها ازاي وهل ليفا كمان هيحق نجاحات مع برشلونة مع اختلاف الكرة في أسبانيا مع اختلاف الليجة عن البونتزليجة شايف الأمور ازاي بالنسبة لبرشلونة الموسم القادم أنا من وجهة نظري شايف ان برشلونة أقوى فريق في المركاتو الحالي حق نجاحات كبيرة جدا بصفقات ممتازة جدا أهمهم طبعا روبرت ليفندوسكي وهيكون عنصر إضافة كبيرة جدا الناس بتشوفها من الناحية التكتكية كابتن هاني ان روبرت ليفندوسكي مش هيكون الإضافة الكبيرة لبرشلونة لان طريقة لعب بايم يونيخ واللي اعتاد عليها روبرت ليفندوسكي في الثمان سنين الماضية طريقة لعب مختلفة تماما زي ما احنا عارفين اللعب طبعا قوي جدا عنيف جدا قطع كرة بسرعة اللعب العرض الطولي وجود روبرت ليفندوسكي في منطقة الجزاء وفي منطقة الستة بشكل كبير جدا رأس حربة رقم تسعة رأس حربة صريح ده قد يخالف بعض التكتكس لتشافي ولكن في حتة مهمة جدا دلوقتي بيكملها أو كملها تشافي مع العظيم اللي هنتكلم عليه النهاردة طبعا اليماني ده مدير قطاع كرة هنتكلم عليه في برشلونة وحنقول عمل ايه ولكن روبرت ليفندوسكي مع وجود الجناح الخطير اللي جابه تشافي مع برشلونة رافيينيا حيكون إضافة كبيرة جدا لأن إحنا برشلونة أحرز 65 هدف الموسم الماضي وعنده نسبة كبيرة جدا من إضاعة الهدف محتاجة لاعب تلينيكل فينيشر زي روبرت ليفندوسكي موجود جوا الستة ده اللي هيساعد الفريق بشكل كبير جدا فمتخلم يكون عندنا جناح رافيينيا رافيينيا طبعا لعيب مميز وكمان على مستوى كل محبي برشلونة وأنا واحد منهم طبعا من محبي برشلونة شايف أن تشافي في وقت قصير جدا عمل مشروع عظيم ويمكن كان السنة اللي فاتت كلنا تبعنا برشلونة والناس قالت محتاجة خمس ست سنين للعودة للبطولات لكن أنا شايف من خلال يعني الديلز اللي اتعامل مع اللعيبة المميزة اللي جات أعتقد برشلونة هيكون منافس قوي جدا جدا للريال للموسم القادم